لا يزال كلام أميني عام حزب الله السيد حسن نصر الله يثير ردوداً رافضة لمنطق التخوين والتهام الآخرين بتنفيذ داعش والنصرى وفي هذا الإطار قالت عشائر وعائلات بعلبك الهرمل إن بعض الجهات المتضررة من حالة الوعي والاعتراض على سياسة التخوين والإلغاء والحرمان تقوم بفبركة بيانات مشبوهة باسم العشائر والعائلات وفي بيان أصدرته دعت العشائر أبناءها للتنبه واليقظة لما يحاك لمنطقتهم ومواجهة الخطاب التخويني والإقصائي بالتضامن والتكاتف والرد عليه في صندوق الاقتراع في السادس من أيار ليكون صوتهم التفضلي لمن يريد استعادة الكرامة والحفاظ على المقاومة وليكون هذا اليوم المسمار الأول في نعش سياسات الإلغاء والتهميش والتخوين والتجويع التي طالت هذه المنطقة لتعود بعلبك الهرمل إلى ازدهارها وأصلتها وتقاليدها واستغربت العشائر الخطاب الاستعلائي والتحرضي والذي يؤدي إلى ضرب الحياة الديمقراطية وإلى فتن وحروب وضرب النسيج العائلي خدمة لمصالح سلطوية ودعت إلى قطع الطريق أمام من تم استجلابه إلى بعلبك الهرمل من خارجها وكأن هذه المنطقة خالية من رجالها ومثق فيها